مين اللي حب النبي أكتر من أصحابه مين اللي حب النبي أكتر من أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية تعالوا ننتقل إلى موضوع آخر من الموضوعات الكثيرة التي يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى تعالوا نتحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن كيف يتحدث القرآن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما هي المرتبة التي يضعهم القرآن فيها يضع القرآن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أولا ينبغي أن نتساءل ما معنى أصحاب رسول الله ما معنى الصحابي عندما ننعت رجلا من الناس في تاريخ السلف الصالح بالصحبة ونقول إنه صحابي ما معنى هذه الكلمة معنى الصحابي الإنسان الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه وثبتت له صحبة معه إذن هو صحابك والصحابة بعد هذا يتفاوتون بدون ريب في مدى الصحبة ومدى الصلة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنحن نعلم أن فيهم من كان منقطعا عن الدنيا لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم متفرغا عن الأغيار الدنيوية لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ منه وفيهم من كان يجعل لنفسه في كل يوم حصة من مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسماع منه ثم يغدو إلى عمله وشؤونه ومنهم من كان مقلا بسبب ظروفه الخاصة العائلية ظروفه المعيشية المختلفة كانت له صحبة ولكن لم تكن له صحبة ككثير من الصحابة الآخرين إذن هؤلاء الصحابة يتفاوتون في درجة الصحبة لكن الجامع المشترك بينهم أنهم جميعا يصدق عليهم أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترى ماذا يتحدث القرآن عنهم هل القرآن يتحدث عنهم يذكر شيئا من مناقبهم يشهد لهم تعالوا نجب عن هذا السؤال من خلال استعراض آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى يتحدث فيها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قلت لكم عندما يتحدث القرآن وعن أصحاب رسول الله يتحدث عن كل من ثبتت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم الآيات التي يتحدث بيان الله عز وجل فيها عن الصحابة تنقسم أيها السادة والسيدات إلى قسمين فهناك آيات تتضمن شهادة من الله جل جلاله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عموما بقطع النظر عن فئة دون فئة وبقطع النظر عن مشهد معين يقف القرآن عنده هذه الآيات يتحدث فيها القرآن عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما بصورة مطلقة بقطع النظر عن تفاوت فئاتهم واختلاف درجاتهم وبقطع النظر عن مشاهد معينة يتحدث القرآن عنها أي آيات نستطيع أن نقول عنها هي شهادة من الله سبحانه وتعالى لأصحاب رسول الله شهادة من الله خلدها بيان الله سبحانه وتعالى له وقبل أن نستعرض طائفة من هذه الآيات البينات ينبغي أن أذكر نفسي وأذكركم بأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فئتان فئة شبتت لهم الصحبة وحدها فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نسب بينه وبينهم ولا انتماء بينه وبينهم هؤلاء ثبتت لهم الصحبة وحدها ولهم مزية هذه الصحبة هناك فيها أخرى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت لهم الصحبة وهم في الوقت ذاته يتمتعون بمزية أخرى أنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهؤلاء يمتازون بمزيتين اثنتين الصحبة التي سنجد ثناء الله سبحانه وتعالى عليها وعليهم المزية الثانية أنهم من آل بيت رسول الله وقد أثنى الله سبحانه وتعالى أيضا عليهم وطلب من المسلمين والمؤمنين جميعا أن يؤدوا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في محبة آل بيته قل لا أسألكم عليه إلا من أجر إلا المودة في القربة وهذا من الأهمية بمكان إذن الصحابة الذين يتحدث بيان الله عز وجل عنهم في الآيات التي سنعرض لبعض منها قسمان أناس ثبتت لهم الصحبة فقط ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب رحم شيء من هذا القبيل لهم مزيتهم مزية الصحبة الفئة الثانية أناس لهم مزيتان اثنتان مزية الصحبة ومزية النسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية كونهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعالوا أيها السادة والسيدات نصغي إلى آيات يتحدث فيها القرآن عن أصحاب رسول الله عموما بصورة مطلقة بقطع النظر عن مناسبة بقطع النظر عن فئة معينة دون أخرى سنجد أن هذه الآيات عبارة عن شهادة من الله سبحانه وتعالى يخلدها لأصحاب رسول الله رضوان الله عليه يقول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة هل أصغينا إلى هذه الآية التي نقرأها في خواتيم سورة الفتح هي شهادة من الله عز وجل لأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم عموما بقطع النظر عن اختلاف درجاتهم بقطع النظر عن من بشر منهم بالجنة ومن لم يبشر بقطع النظر عن الذين كان لهم قدم في الصحبة والذين لم يكن لهم قدم في الصحبة الكل شهادة من الله سبحانه وتعالى له محمد رسول الله شهادة الأولى لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قرن بين شهادتين قرن بينهم والذين معه من هم هؤلاء الذين ثبت لهم ثبتت لهم الصحبة أسلموا وكانت لهم صحبة ما بعد إسلامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم المعنيون بقوله والذين معه وصفهم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا دعوني قبل أن أتمم الآية أقف عند كلمة أشداء على الكفار وأقول ما قاله المفسرون أمام هذه الجملة المراد بالشدة معروف أشداء على الكفار لكن من هم هؤلاء الكفار الذين يصفوا باري عز وجل الصحابة بأنهم أشداء عليهم الحربيون أما غير الحربيين فقد خصصت آية أخرى عموم هذه الآية وهي تلك التي يقول الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين إلى آخر الآية ماذا فهمنا من هذه الآية فهمنا أنها خصصت عموم هذه وبيّنت أن المراد بالشدة هنا أشداء على الكفار أشداء على أولئك الحربيين الذين أعلنوا العداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأعلنوا العداوة لهؤلاء الذين معه شرفهم الله عز وجل بهذه المعية والذين معه أعلنوا العداوة لهم ووقفوا في وجه الدعوة ولاحقوهم مقاتلين كما تعرفون من أحداث السيرة ومن أسباب الغزوات التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهؤلاء الكفار هم المعنيون بقوله تعالى أشداء على الكفار أما أولئك مثلا الكتابيون أو حتى المشركون الذين لم تظهر ظاهرة عداء منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتلوهم ولم يناصبوهم العداء فهؤلاء الباري عز وجل لم يأمرن بالغلظة بالنسبة لهم بل أمرنا أن نبرهم ونقصط إليهم كما سمعتم هكذا يقول الله سبحانه وتعالى وينبغي أن نبين هذا وطبعا هذا ما قاله علماؤنا المفسرون لكي لا نظن أن هذه الآية نعم مفهومة على عمومها في القرآن قاعده يقول فيها علماء قواعد التفسير ما من عام إلا وقد خصص قد تجد في القرآن آية عامة عن حكم عام لكنك إذا توغلت في هذا الحكم رأيت في مكان آخر آية تخصص عموم هذا الحكم استثناء قيد تخصيص نعم ذلك نعم إذن الباري عز وجل ينعت الذين تشرفوا بالصحبة التي عبر عنها الله بكلمة معه والذين معه أي تمتعوا بالصحبة ينعتهم الله عز وجل بهذه الصفات أشداء على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم تشيع الرحمة يشيع تشيع وشيجة التراحم فيما بينهم بقطع النظر عن فئاتهم وأقوامهم وبطونهم وعصبياتهم وبقطع النظر عن اختلافات يمكن أن تظهر فيما بينهم تجمعهم جامعة الإسلام ومن ثم تشيع وشيعة التراحم فيما بينهم هذه الصفة الثانية أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا أي صبغة العبودية مرتبطة بهم صبغة العبودية ملازمة لهم والعبادة غير العبودية أيها الإخوة العبادة سلوك والعبودية الصباغ العبادة أن يصلي الإنسان أن يحج أن يزكي أن يقرأ القرآن أن يمسك المسفحة ويذكر الله اسمه عبادة أما العبودية فهي التذل والخنوع والخضوع والخشوع لله عز وجل وأن يكون الإنسان دائما لالتجاء إلى الله دائما لالتصاق بأعتاب الله عز وجل كلما طافت به محنة كلما حام به خطر تفر من خطره ومن محنته إلى الالتجاء إلى الله عز وجل يلتجئ إليه يتصاغر على بابه يستجدي منه الرحمة والفضل اسمها عبودية اسمها العبودية والباري عز وجل نعم يتحدث عن العبودية التي هي صبغة يصطبغ بها كيان الإنسان تراهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم لم يتحدث عن السجود فقط وإنما السجود عباده وإنما تحدث عن العبودية التي يصطبغ بها كيانات تصطبغ بها كياناتهم وأحب هنا أن أقف وقفة بسيطة نعم لتنبيه إلى العبودية التي ينبغي أن تكون تاجا للعبادة يعني ينبغي أن نتوج عباداتنا السلوكية بالعبودية التي يصطبغ بها كيان الإنسان في فرق لا يكفي للإنسان أن يكون عابدا يعني مصليا قارئا للقرآن يحش كل عام يزكي نعم يقرأ يذكر الله عز وجل بأوراد أن يلازمها هذه اسم عبادة لكن أين هي العبودية العبودية حالة تنبع من الفؤاد ويصطبغ بها الكيان أن يكون دائما الالتجاء إلى الله دائما الاستعان بالله عز وجل يرى نفسه لا شيء لا شيء يقول يا رب نعم أعذني من شر نفسي يا ربي أنت أمرتني بأوامر وأنت إن لم تعني على تنفيذها والله لا أستطيع وحقك لا يتأتى مني ذلك انظروا في القرآن عندما علمنا الله عز وجل كيف نخاطبه في الصلاة علمنا أن نقول له إياك نعبد وإياك نستعين الجزء الأول من هذه الآية الالتزام بالعبادة أمرتني سألتزم بهذه القائمة من الأعمال السلوكية أعبدك أنت لكنه أمرني أن أقول بعد ذلك وإياك نستعي هذه العبودية نعم أنا أعاهدك على أن أنفذ الأوامر التي ألزمتني بها وأن أبتعد عن النواهي التي نهيتني عنها لكن يا ربي أنا ضعيف هنا يأتي دور العبودية يا ربي أنا ضعيف لا يتأتى مني ذلك من أنا قوتي من عندك صبري من عندك إدراكي من عندك فأنا ألوذ بك أن تعينني على تنفيذ أمرك وأن تخلصني من شر نفسي أن تخلصني من أهوائي من شهواتي التي تحول بيني وبين تنفيذ أوامرك نعم هذه هي العبودية لا فائدة من العبادة إن لم تسر فيها روح العبودية نعم وهذا ما يصف به بيان الله عز وجل أصحاب رسول الله العبادة والعبودية محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود هذه هي العبودية ذلك مثلهم في التوراة هناك شهادة في التوراة لأصحاب رسول الله رضوان الله عليهم ومثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه نعم فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه الشطأ الفروع فروع النبات ليغض بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منهم ليست للتبعيض منهم للبيان كما قال علماء العربية لنعلم أن الحديث عن الصحابة نعم مغفرة وأجرا عظيمة إذن هذه الآية شهادة أيها الإخوة شهادة من الله سبحانه وتعالى نقرأها في محكم تبيانه عن مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل كلنا نقرأ هذه الآية طبعا لو أننا أصغينا إلى ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكانة الصحابة لوجدنا أيضا شهادة كثيرة شهادات مشاهدة واحدة الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة لكن هناك من يجادل في الأحاديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك من لا يقبل إلا القرآن كما تعرفون اليوم لذا نحن نضع أنفسنا أمام القرآن أمام كلام الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يؤمن بالله وكلماته وكتابه ثم لا يدين لهذه الشهادة التي يشهد بها الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأصحابه هنا أظن أن فينا من يقول هل هذا يعني أن الصحابة إذن يعني معصومون هذه الشهادة كبيرة هل هذا يعني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معصومون من الوقوع في المحرمات لا أبدا هذه الشهادة لا تعني أبدا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معصومون من الأخطاء كل بني آدم خطاء هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير الخطائين التوابون أصحاب رسول الله معرضون للمعاصي وفيهم من زلت به القدم فوقع في معاصي فيهم من استوجب إقامة حد وأوقيم عليه الحد لكن السؤال هو التالي أإذا كان أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم غير معصومين ومعرضين للمعاصي أفيعني هذا أن هذه الحالة التي يتعرضون إليها تجعلهم يسقطون من حالق وتضيع مزيتهم وتتبدد هذه الشهادة الربانية في حقهم لا أبدا الباري عز وجل شهد لهم بما سمعتم على الرغم من أنهم معرضون للمعاصي على الرغم من أنهم غير معصومين فإياكم أن تتصوروا أنا لا أقول عن الصحابة بل أقول عن كل الناس كل المسلمين إياكم أن تتصوروا أن زيدا من الناس المسلمين إذا وقع في معصية معينة معصية ما فإنه يحل لنا أن نمد ألسنتنا بقالة السوء في حقه أعوذ بالله هذا لا يت إذن ينبغي أن تكون وظيفتنا أن نمد ألسنتنا بقالة السوء في حق عباد الله جميعا ما عدى الرسول للأنبياء وعندئذ لن نشتغل بأي عمل ولن نحرك لساننا بأي كلام إطلاقا نعم وإنما تكون مهمتنا أن نسب هذا وهذا 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 ولكن ينبغي أن نعلم أن علينا في هذه الحالة أن نبدأ بأنفسنا إذا أردت أن تضع المناظر على عينيك لتلاحق الذين زلت بهم القدم نعم فتكيل في حقهم السباب أو الشتائم أو أن تنتقصهم إذا إذا كنت تتصور أن هذا حق من لكك الله عز وجل إياه إذا فابدأ بنفسك وإذا بدأت بنفسك فلسوف ينضي عمرك قبل أن تنتهي من نقد ذاتك واسمعوا ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الترمذي من حديث عقبة بن عامر أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك هذا الكلام لكل واحد مننا لأصحاب رسول الله أيضا أملك عليك لسانك يعني أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك تريد أن تظهر غيرتك على حرمات الله عز وجل فتتحذر عن تتحدث عن العاصين تتحدث عن التائهين طيب ابدأ بنفسك وإذا أردت أن تبدأ بنفسك فلسوف يضيق عمرك عن أن يتسع للحديث عن الآخرين بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة إذن أعود فأقول لكم هذه الشهادة من الله عز وجل لأصحاب رسول الله لا تعني أنهم أصبحوا معصومين ولكنها تعني أن هؤلاء الذين ثبتت لهم الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف درجاتهم وتفاوت مستوياتهم لهم هذه المزيح حتى وإن تعرضوا للمعاصي لأن الواحد منهم إذا عص الله سرعان ما يتوب سرعان ما يؤوب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له إذن هذا نموذج من شهادة ربنا عز وجل لأصحاب رسول الله كلهم بقطع النظر عن تفاوت درجاتهم ولسوف نتابع هذا الموضوع أيها السادة في الحلقات التالية والسلام عليكم ورحمة الله أكثر من أصحابه مين اللي حب النبي أكثر من أصحابه مين اللي حب النبي أكثر من أسحابه